نروح لي أخبار نادي الزمالك والبرتغالي جزالدو فريرا الموديل فني نادي الزمالك عقد جلسة مع اللعبين قبل انطلاق مران السابت نتكلم معاهم عن أخطاء المباراة المضية طلب منهم التركيز في الفترة اللي جاية ونسيان ماتش السوبر ومباراة امبي واني لازم النادي يدافع بقوة عن لقب بطولة الدوري اللي حققها في الموسمين اللي فاتوا الموديل فني كمان جزالدو فريرا طلب من اللعبين تنفيذ التعليمات المطلوبة وبذل أقصى جهد خلال الفترة المجبنة طيب أيضا جزالدو فريرا قرر تصعيد عدد من اللعبين الشباب خلال الفترة اللي جاء لتدريب مع الفريق الأول بعد انضمام اللعبين الدوليين لصفوف المنتخبات في فترة التوقف الدوري وشاف فريرا أنه يضم لعبين شباب عشان خاطر يعوض الغيابات سواء بسبب المشاركات الدولية أو بسبب الإصابات أيضا جهاز الفني نادي الزمالك بيدرس خود مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدوري الحالية بسبب الأجندة الدولية في الوقت الحالي فريرا بيشوف موقف الفريق وعدد اللعبين المتحين لاستقرار على الوديات والفرق اللي ممكن يلعب قدامها نادي الزمالك